اه بالجميع اه من خلال هاد الحلقة ان شاء الله قد نهضر لكم معلاء اه موضوع يعني اه مهم بالنسبة لكم خاصكم تعرفوه يعني قبل ما تمشيوا الامتحان ديلكم. الاب هو كما كتشوفوا معي هو سلم التنقية. هاد سلم التنقية هادا علاش مهم بالنسبة لكم لانكم اه كتوقعوا في اخطاء واللي اخطاء حقيقة يعني كتكون اه كتكون اه هاتي لا في بعض الاحيان هو انكم كتركزوا على الاسئلة اللي ما كتكونش عليها نقاط اه طالعة وكتمشيوا يعني اه تعملوا اه الاسئلة او السؤال اللي كتلقوا عليه النقاط اه كتكون طالعة بزاف. اذا من خلال هذه الحلقة غادي اه اه تعرفوا اه معايا. اه تنقيط ديال النص النظري بعد ما كنا اعطينا في الحلقة اللي دازت اه سلم التنقيط ديال النص اه التطبيقي. اذا دائما كما كتعرفوا لان السؤال الاول كيكون على الشكل التالي تقطير النص ضمن سياقه الثقافي والادبي وسياغة فرادية لقراءته. اذا اه في حالة اما انهم اعطونا اه يعني هاد السؤال وسياغة فرادية لقراءته فا اه تقطير النص غا تكون عليها نقطة ونص والسياغة الفرادية غا تكون عليها نص نقطة. اما في حالة اما انهم فقط يعني قالوا لنا غير تقطير النص ضمن سياقه الثقافي والادبي بلا ما يقولون الفرادية فكتكون على مقدمة ديالنا جوج ديال انقطة. اذا جوج انقطة هذي اه طبعا بعد ما غنقرأوا النص ديالنا وبعد ما غنكونوا يعني اه حافظين هذي المقدمة غادي نكتبها ولكن الاشارة رجاء ما تطولوش في المقدمة. انك تجيني اه في بعض الاحيال انكم يعني اه كتكونوا حافظين اه مقدمات الى غير ذلك وكتبقوا تطولوا فيها اه بشكل كبير حتى كتولي يعني النص ديالكم بحل واحد الرجل اللي عنده الراس كبير وعنده الجسم دياله اه نحيف. اذا سؤال موالي تحديد القضية التي يطرحها النص وجرض العناصر المكونة لها القضية عليها يعني انص نقطة يعني الفكرة العامة اللي كيدور عليها اه هذك النص ثم العناصر الاساسية اللي عليها نقطة اونص. اذا لاحظوا معي هاد يعني هالطريقة هدي في اعتقد بانها يعني اه سؤال عفوا اه بسيط للغاية وبامكانكم انكم تجيبوا يعني فيه اه جوج ديال النوقات بكل بساطة وبكل اه سهولة فقط يعني اللي خسكم هو انكم تركزوا جيدا في قراءتكم النص قراهوا المرة اللولة ومرة التانية ومرة التالتة وآآ يعني غدتتخرجوا القضية القضية يعني بشكل عام ما هتحولوش تطولوه في القضية القضية ما تفوتوش فيها جسطورة ونسقعي لا اا طولتي اه لا تولتي ما تفوتش جسطورة اما العناصر الاساسية فقط قرر وغيرت قسمو لحسب يعني الافكار اللي فيه اه تلاتة لالالالالالالاطفكار اهو الاربهادا الافكار مويمة على حسب اه النص اللي عندك وعلي حسب الافكار لي عندك ف这ك النص. وما السؤال الموالي فيجي للشكل التالي لرصد الخسائص المميزة للشعر الرومانسي كما وردت في النص دائماً بتكون الإجابة عليه انطلاقاً من النص يعني نلاحظوا مع لي رصد الخοιπόν المميزة للشعر الرومانسي كما وردت في النص وكما تشوفوا مع علي انا كتبتها يعني بخطة هنايا اللي هو يعني لون احمر لان هذي انطلاقا من النص ما كتجب دهاش من عندك انتايا انما كتجيبها من النص كتكون عليها ثلاثة ديال النقاط ثلاثة ديال النقاط واشا عباد الله هاد السؤال يقدر يغلبكم وما تجيبوش فيها ثلاثة ديال النقاط هادو كما ورد في النص يا ذاك شي يعني بحالك تدير كوبك ولي منتم وتحتاصف ما 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 هذي ما كيتطلب منك لا مجهود لا تفكير لا تحاجة اما السؤال الموالي فكيجي على الشكل التالي عرض الطريقة المعتمدة في بناء النصي ورصد بعض الاساليب الموظفة في عرض القضية التي يطرحها اذا هنا يا سؤال كما كتشوفوا معايا فانه سؤال يعني مركب عرض الطريقة اذا الطريقة المعتمدة في بناء النصي كتكون عليها جرد النقاط واش طريقة استنباطية او طريقة استقرائية كما يعني سبق واشرت في احد الفيديويات السابقة ما يكفيش انك تدير غط واش طريقة استنباطية واستقرائية وتحبس وانما لا خاص تكديلك انت لا تدير طريقة استنباطية تقولهم بان ننتقل من اللعام الى الخاص حيث بدأ في مقدمته بكذا وكذا ثم لينتقل الحديثي عن كذا وكذا ليخلص في الاخير الحديثي عن كذا وكذا اذا هذه هي ما هو لا استقرائية العكس ديلا جوج ديلا النقاط اه 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 والاساليب الاساليب يعني الموظفة في النص عليها نقطة واحدة لانا اه واحد الموال حدا اخرى اه ما يكفيش انكم جبدو جوجد الاساليب او لا اسلوب واحد حاولوا من ثلاثات الفوق ربعة خمسات الاساليب مزيانة يعني اقل ما يمكنك انك جبدو في الاساليب هي ثلاثات الاساليب اذا اعتقد اما سؤال الاخير سياغة خلاصة تركيبية لنتائج التحليل ومناقشة يعني اه كي اعطاك واحد المناقشة يائما القولة يائما رأي الكاتب يائما الغير ذلك وابداء الرأي الشخصي اذا كيما كتشوفوا معي هاتس سؤال مركب هنتم كتشوفوا معي بحلقة الاسئلة قسمتها يعني قسمتها بلون مغاير لان خلاصة تركيبية غتكون عليها نقطة واحدة والمناقشة غدي تكون عليها جوش ديال النقاط وابداء الرأي غتكون عليها نقطة واحدة والمجموع هو ربعة ديال النقاط اذا كيما اشتوا معي فسلمت نقطة ديال النص اه اه التطبيقي حتى يعني في الخاتمة هي عليها ربعة النقاط علش كعتوكم الخاتمة ربعة النقاط لان باغين يشوفوا البصمة ديالك نتايا باغين يشوفوا الطريقة كيفاش كتناقش كيفاش يعني اعطتي الخلاصة كيفاش هاتش علاش مقدمة مهمة ومهمة جدا لأنك ما كنتشوفوا معي عليها ربعات يلا النوقات ما خاسكم شاء الإخوان تسقلوا هذا ربعات يلا النوقات وأتمنى لكم في الأخير حد موفق في الامتحان ديالكم ولكن شي سؤال خليه لي في التعليق إلى اللقاء